كولومبيا مرشحة أخرى وتسلمت فيغا التاج دامعة مرتدية فستانا فضيا طويلا لماعا لقد فزت أنا سعيدة جدا كما كنت أقول دائما يجب أن تكوني حقيقية أنا شخص عفوي جدا ومرح جدا كجميع الكولومبيين وتعتبر باولينا ثاني كولومبيا تفوز باللقب بعد لوثمارينا السولواغا في العام 1956 وقد تأهلت إلى المرحلة شبه النهائية أربع عشرة مرشحة أخرى من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وجامايكا وهولندا والفليبين وأوكرانيا وفنزويلة